الخبز اللذيذ في الصباح جلست عائلة عبد الرحمن تتناول وجبة الفطور على المائدة وضعت الأم أنواع مختلفة من الأطعمة مثل البيض والجبنة والزيت والزعتر وشرائح الخيار والطماطم الحمراء اللذيذة وكذلك وضعت أرغفة من الخبز الساخن اللذيذ سأل عبد الرحمن والده يا والدي من أين نحصل على الخبز؟ فقال الأب للخبز قصة تبدأ عندما يحرث المزارع الأرض ثم يبذرها بحبوب القمح وينتظر حتى تصفر السنابل الخضراء فيحصدها ويطحنها في مطحنة الحبوب ثم يعجن الطحين ويخبز عند الخباز ونشتريه ساخنا لذيذا قال عبد الرحمن هذه قصة طويلة ولكنها جميلة لأنها تتحدث عن شيء مفيد ولا نستغني عنه إنه الخبز الأب نعم يا عبد الرحمن فالخبز من نعم الله الكثيرة والتي علينا أن نحمده عليها بعد نهاية القصة لنتعرف معاني ودلالات بعض الكلمات فيها تتناول تأكل الشرائح القطع الرقيقة يبذر يلقي الحبوب على الأرض تصفر يصبح لونها أصفر ثم أعزائي لنتعرف أضضاد بعض الكلمات الواردة في القصة مثل كلمتي سأل وضدها وضدها أجاب ساخنا وضدها باردا الكثيرة وضدها القليلة الصباح وضدها المساء وأخيراً أحبائي لنقرأ العبارات التالية قراءة سليمة جلست عائلة عبد الرحمن تتناول وجبة الفطور سأل عبد الرحمن والدها يا والدي يا والدي من أين نحصل على الخبز؟ فالخبز من نعم الله الكثير والتي علينا أن نحمده عليها هيا اقرؤوها مرة أخرى ثم اكتبوها في دفتر الكتابة بخط جميل وبعدها اكتبوها في دفتر الإملاء كتابة صحيحة دون النظر إليها تعلمنا معا خطوات صناعة الخبز تقدير نعم الله تعالى وحمده عليها تقدير دور المزارع وأهميته حب التعلم والمعرفة